تستأنف قائمة مهندسون في حب مصر عرض برنامجها الانتخابي في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات النقابة والمقررة في الرابع من مارس وأشارت القائمة إلى أنه تم اتخذ عدد من الإجراءات لتنمية موارد النقابة وتحقيق توازن كبير بين المصرفات والإرادات تستكمل قائمة مهندسون في حب مصر ما بدأته خلال الأربع سنوات الماضية وتتقدم للمرة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين المقررة في الرابع من مارس المقبل بتكلم دايماً مع المهندسين مصر يعني بتكلم مع عقول مفكرة بتكلم مع مصممين مع منافذين مع ناس بتعمر وبالتالي المهندسين مصر لها الحق في انتخاب من ترى صالحاً لإدارة شؤون النقابة وليس تربطات انتخابية ولا تربطات أخرى لكن أنا واثق في فكر واختيارات مهندسي مصر أنهم يختاروا الأصلح لإدارة شؤون النقابة والحمد لله اللي احنا قدمنا في خلال هذا اللقاء ما تم من إنجازات خلال المجلس الحالي لنقابة المهندسين فيما يخص التعاون مع الدولة في القوانين فيما يخص الخدمات النقابية اللي قدمت للمهندسين فيما يخص زيادة المعاشات فيما يخص زيادة الرعاية الطبية فيما يخص مشروعات الإسكان فيما يخص التدريب وفيما يخص مزاولة المهندس إن شاء الله البرنامج الانتخابي لقائمة مهندسون في حب مصر اللي بيستكمل النجاحات اللي على الأرض لنفس القائمة من 2018 لـ 2022 هو استكمال لكل إنجازات القائمة زي ما بنقول إحنا بنتكلمش إنجازاتنا على الأرض لصالح المهندس وأسرة المهندس على سبيل المثال ناخد في مجال الشباب إحنا بدأنا باستكمال مشروعات إسكال الشباب اللي كانت متوقفة لسنوات وإن شاء الله مخطط استكمال هذه المشروعات وفتح مشروعات جديدة بالتعاون مع وزارات الدولة في كل المحافظات وتضم القائمة النقيب هاني ضاحي وأحد عشر عضوا مكملين عن سبع شعب حيث تضم شعب كهرباء ميكانيكا مدني وعمارة ثماني أعضاء بينما تضم شعب كيمياء بترول غزل ونسيج ست أعضاء وتضم القائمة برنامجا طموحا للنهوض بالمهندسين المصريين شبابا وشيوخا احنا ركزنا طبعا على رفع كفاءة المهندس وبالتالي الحفاظ على مستوى المهنة وأسلوب زولتها وطبعا قرمتها وهيبتها اشتغلنا في عدة محاور أول محور كان محور التدريب رفع الكفاءة المهنية للمهندس محور رعاية الصحية عملنا طفرة كبيرة جدا في موضوع رعاية الصحية ان احنا حولنا التعامل العادي في رعاية الصحية لتحول رقمي وكنا صبقين في هذا المجال بين كل النقابات بالنسبة للرعاية الاجتماعية اهتمنا جدا بنوادي المهندسين وأسرهم طورنا العديد من النوادي الموجودة على مستوى الجمهورية وايضا انشأنا نوادي جديدة في عدة محافظات هو المؤتمر نرضى كان الغرض منه ان احنا نجتمع مع عدد كبير من المهندسين على مستوى الجمهورية بحيث ان احنا نعرض انجازات مجلس نقابة المهندسين السابق حكي عرفة المهندس هاني ضاحي فترة أستو يعني عد عليها أربع سنين وخلال فترة ولاية المهندس هاني احنا تعرضنا الفترة كبيرة من التعصرات بسبب كوفيد ناينتين وعدم التجمعات فده منعنا ان احنا نجتمع بعدد كبير من المهندسين والحمد لله بعد منزحة الغمة عن مصرنا الحبيبة فاحنا لجأنا ان احنا نتواصل مع جموع المهندسين في جميع المحافظات عشان نعرض لهم انجازاتنا اللي احنا عملناها خلال الأربع سنين الماضية ونعرض عليهم البرنامج الانتخابي لقائمة المهندس هاني ضاحي قائمة المهندسون في حب مصر خلال الأربع سنوات القادمة ان شاء الله وتضم القائمة عناصر شبابية حيث تنافس تنصيقية شباب الأحزاب بخمس مقاعد لأول مرة بالفعل احنا مشاركين بخمس مرشحين على مقاعد الشعب العامة مقاعدين لشعبة ميكانيكا ومقاعدين لشعبة كهرباء ومقاعد لشعبة كيميا ونووية كالمتعارف عليه التنسيقية بتضخ دايما كوادر في الدولة وفي مجلس النواب وايضا في المناصب التنفيذية والمراضي ولأول مرة التنسيقية قررت ان يكون لها برضو تجربة في النقابات المهنية والله فعلا التنسيقية ان شاء الله لأول مرة تخش نقابات مهنية وكان لنا تجارب سابقة في النواب المحافظين وفي مجلس النواب والشيوخ المراضي نازلين ان شاء الله بخمس مقاعد اتنين ميكانيكا واثنين كهرباء وشعبة كيميا التنسيقية زي ما كان دايما شعرنا سياسة مفهوم جديد احنا ان شاء الله شعرنا الفترة دية في النقابة مفهوم جديد ومهندسين مفهوم جديد تركزنا على الشباب عندنا ملفات كتير جدا نشتغل عليها استكمالا طبعا احنا داخلين في قيبة مهندسين بتحب مصر وجود ساعة الوزير النقيب هني ضاحي نتمنى ودايما التنسيق تبقى اضافة لأي مكان ان شاء الله هنبقى اضافة للنقابة مركزين على ملفات الشباب مركزين على ملفات كتير جدا ان شاء الله الرعاية الصحية رعاية اجتماعية حادثين التخرج وتضم نقابة المهندسين ثمانمائة وثلاثين الف مهندس عضوا بالنقابة ينتظرون وضع اصواتهم لمن يقدم لهم امتيازات في مختلف الجوانب فضلا عن استكمال دعم مشروعات الدولة